نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال العام 2023 للعام العاشر على التوالي كشف التقرير أن ترتيب نسبة انتشار الشائعات خلال العام الماضي بلغت 18.8% وهي النسبة الأعلى على مدى السنوات العشر الماضية وأظهر التقرير ترتيب القطاعات طبقا لمعدل انتشار الشائعات في العام 2023 تطرق التقرير إلى أخطر الشائعات في العام 2023 حيث تضمنت شائعة تداول منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد للامتياز مدته 99 عاما فضلا عن شائعة اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة واعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة وكشف التقرير تأثير الأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر منذ يناير 2020 وحتى ديسمبر 2023 مشيرا إلى زيادة انتشار الشائعات أكثر من الضعفين خلال تلك الفترة نتيجة للأزمات العالمية موسيقى موسيقى موسيقى